كما تعلمون فليست التصاميم والرصامات المعاقدة هي التي تحصل على مبيعات فإنما التصاميم التي تمس عواطف الناس في هذه المرحلة من هذه الدورة سوف نصمم إن شاء الله هذا القميص البسيط جدا على برنامج الإلستراتور فلا تذهبوا بعيدا قبل أن نبدأ أدعوك إلى الاشتراك في القناة والضغط على الزر لايك تفعيل الجرس دائما ما تأتيني أسئلة لأمور سبق وأن شرحتها وضت ست فاليوتيوب لا يسمح بإعادة رفع نفس الموضوع في أكثر من مرة ولتفادي المحتوى المكرر من أجل المشاهد ففي هذه الحلقة سوف نصمم إن شاء الله تي شيرت بسيط جدا آآ كل ما علي فعله هو أني أختار فايل نيو أختار أبعاد الجديد الذي سوف أعمل عليه آآ أكيد كما أخبرتكم دائما أريد أن أعمل آآ جودة عالية حتى في حال آآ الموقع الذي أعمل عليه لم يقبل آآ أقوم بالتقليل فقط مثل تي سبرينج لن يقبل صورة بهذا الحجم أختار آآ هاي ثلاثمائة بي بي آآ بعد ذلك أضغط كرييت آآ دوكيمنت آآ بعد ذلك آآ أتي إلى البنتول آآ يمكنك أن تقوم بالحصول على الكر آآ بأي طريقة تريد آآ فقط آآ أنا أريد أن أختار طريقة بسيطة جدا آآ لا تحتاج إلى أي تعقيد أضغط هكذا وأقوم بالضغط آآ ربما آآ هكذا آآ جيد أضغط آآ أأتي إلى هنا أضغط على حرف الآلت ليتخلص من الإنحناء وأغلق آآ هذه بكل بساطة آآ أضغط مرتين متتاليتين أخطار أي عينة لونية أريد آآ ربما هذه أضغط آآ أوكي آآ أخطار الموف تول أكيد آآ بعد ذلك أضغط على الآلت وأسحب بهذا الشكل أضغط على الزر الأيمن لالماوس ترانسفورم بعد ذلك آآ ريفليكت آآ تسعون درجة وأتركها فيرتيكال أضغط أوكي بهذا الشكل أضغط على علامة البلاس كنترول بلاس لأشاهد بشكل جيد آآ دعني أجعلها آآ هكذا أقوم بعمل كنترول بلاس زوم آآ هكذا لأشاهد أنه لا يوجد أي خلل وكل شيء تمام تمام آآ جيد آآ بعد ذلك أختار آآ سيليكشن تول أقوم بتحديدهما معا أضغط بالزر الأيمن لالماوس أقوم بعمل جروب آآ جيد آآ ليست جيدة آآ جيد بعد ذلك أضغط آآ أقوم بالتحديد وآآ أقوم بعمل آآ دمج ليصبح شيء واحد آآ بهذا الشكل وانتهيت آآ بعد ذلك آآ أتي إلى آآ جوجل أكتب آآ فيكتور كارت آآ بعد ذلك أضغط آآ آآ أنا ضغط على آآ آآ سوف تأتيني مجموعة من الفيكتور للقطة آآ أتصفح آآ بكل راحة آآ يمكنك أن تقوم بتحميل هذه من شتر ستوك وسبق وأن شرحنا طريقة في القناة لتحميل آآ الصور آآ المهم آآ دعني أتصفح آآ ربما سوف أختار هذه لأتفادى مشاكل حقوق الطبع والنشر آآ أضغط بزر الأيمان لياع الماوس كوبي ايمين آآ آآ ربما من هذه المرحلة سوف تلاحظ اختلاف آآ بين آآ الصوت والصورة آآ أضغط على آآ اضغط على آآ بعد ذلك أضغط على اكسباند أضغط على دايريكت سيليكشن تول أختار هنا في الفراغ النقرة واحدة آآ بعد ذلك أضغط على آآ الأبيض حيث المساحة أو المساحة بيضاء كونترول بلاس لعمل الزائد آآ أختار دلت لآآ كل المساحات البيضاء وهذا بسبب خلال في المايك لذلك آآ أوقفت التسجيل واسجل كل شيء على حدة آآ أختار هذه أقوم بمسحها آآ ربما الموجودة في جسم الكات سوف أتركها سيليكشن تول آآ أضغط ضغط واحدة آآ أضغط بالزر الأيمن لماوس آآ بعد ذلك ترانسفورم في ترانسفورم ريفليكت آآ أختار تسعون دلجة نعمل تشيك على البريفيو وأضغط آآ أوكي آآ هكذا وأقوم بتحريكها آآ دعني أقوم بتلاعب آآ يمكنني أن آآ أحرك أيضا فري ترانسفورم آآ جيد دعني أختار آآ بهذا الشكل آآ أسحبها قليلا إلى أسفل آآ أنا أريد أن آآ يأتي آآ نصف من الديل في الداخل داخل الكور أو القلب والنصف الآخر آآ خارج الكور حتى يعطيني آآ تأثير آآ متير للانتباه أو آآ شيء من هذا القبيل الذي سوف تشاهده بعد قليل أختار آآ الخيار الآخر لحظة مخ هذا ما يحدث معك يا إلهي آآ لا أدري مدى حدث معي في هذه المرحلة أحيانا آآ آآ فقط كنترول زيت لأتراجع آآ بعد ذلك آآ سوف أجعل من الكور هو الذي يأتي في الأمام آآ حتى يأخذ مباشرة اللون الأحمر ولا أضطر إلى إعادة تغيير اللون أرانج آآ فرونت آآ سينتو فرونت آآ بعد ذلك أعمل سيلكت وأختار آآ هكذا بهذا الشكل حتى آآ أربح الوقت ولا أريد أن أغير اللون بعد أن يأتني أسفل وأقوم أسود عفوا وأقوم بتغييره إلى أحمر آآ بعد ذلك أقوم بعمل أكيد آآ فمن الجيد التأكد دوما حتى لا أقوم بتحريك أي جزء آآ لوحده دائما أضغط كنترول تي أحسب نفسي في الفوتوشوب آآ بعد ذلك آآ أخطار وأقوم بالتحريك دعنا نقوم بعمل آآ لهذه النافذة لا أحتاجها أضغط على أداة الطايب تول آآ 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 لوف ذو كات آآ فقط أكتب آآ آآ حرف هال آآ أختار هذه أقوم بتحديدها دعنا نقوم آآ آآ بتحديد الفونت أيضا آآ ربما بومبون أو آآ آآ دعني أختار البومبون آآ آآ أختار الموف تول خليها ستمائة أو حتى تسعمائة آآ ممتازة آآ أريدها أن تأثي قريبة جدا من الديل حتى تعطيني آآ شيء من هذا القبيل آآ تأثير آآ مفيد أو آآ جيد آآ فقط آآ يمكنني أن أختار آآ عندما أضغط عليه بالموف تول آآ يمكنني أن آآ يا إلهي دائما أضغط كنترول تي لا أدري لأني أتعامل مع الفوتوشوف أكثر من الإلستريتر آآ بعد ذلك أختار هكذا وأتلاعب بالأبعاد يمكنني أن أقوم بتحريكها خلينا نقوم بإدارتها قليلا وأتلاعب بالقيمة خليها أقصى قيمة الف ومئتان وتمانية وستون إلا متخوني الذاكرة آآ أختار أقوم بتقريبها آآ هكذا دعني نديرها قليلا يمكنك أن تتلاعب في الأوباسيتي في هذه المرحلة وتضيفها آآ في المكان الذي تريده بعد ذلك أضغط على آآ آآ الموف تول آآ الموف تول أخطار أقوم بالباثفيندر أضعها في المنتصف بالنسبة للتصميم آآ فقط آآ في هذه المرحلة انتبهت للصوت ولكن كان منذ مدة قد تخرب آآ بعد ذلك أختارت تايب تول مرة أخرى وأختار بهذا الشكل وأكتب القطط آآ عفواً آآ بعد ذلك آآ دعني أختار آثينا فور أوسم هذه المرة آآ دائماً من الأحسن استعمال أكثر من فونت آآ فليس من الجيد أن تستعمل فونت واحد أختار الموف تول آآ هكذا يمكنك أن تتلاعب في من القائمة آآ ويندو تايب بعد ذلك كاراكتر تستطيع أن تتلاعب في آآ آآ هكذا بعد ذلك آآ خلينا نقوم بتصدير آآ ديزاين البسيط جداً آآ أعتقد أني فقط يمكنك أن تتلاعب في الفونت أو القيم بين الأحرف والنص والكتابة آآ هذا أمر آآ راجع إليك تستطيع أيضاً أن تضيف للقلب حتى يبدو أكثر آآ حيوية وفيها روح أقوم بعمل فايل إكسبورت إكسبورت آآ 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 خلينا نختار بي أن جي يوز آآ أرت بورد حتى ولو نسيت أي شيء خارج آرت بورد لا يأخذه في الحسبان بالنسبة لي الصورة آآ بي أن جي أضغط إكسبورت خليها هاي تلاتة ومائة بي بي آآ 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 الخلفية شفافة آآ آآ بعد ذلك أضغط أوكي يا صديقي آآ آآ أعتقد أنه آآ في هذه المرحلة آآ آآ كون درس اليوم قد انتهى شكراً على الحسن المتابعة والإصغاء حتى نلقاكم في حلقة جديدة وموضوعين جديد من تيشر ديزاين كورس الإلستراتور لا تبغلوا علينا بالضغط على الزر لايك كومنت أسفل هذا الفيديو اشترك في القناة وتفعيل الجرس أكيد أن زكاة العلم نشره ومن هذا الباب أدعوك إلى مشاركة هذا المقطع مع كل أصدقائك هتركوا لكم الصحة والعافية السلام والله غير حشو معلك وصلتي لهذا البلاسة ومدلناش لايك وكمنتر وشير مع صحابك شوف ما رقريب ظهري محكم ونرمال ما ونرمال ما ونقعدش في البيسي ودير مجهود ومدير لكم هاد الدورة انتمنى تكونوا انتوما تنا في المستوى وتنشروا لنا هاد الفيديو في كل مكان باش يتساعدونا في انتشار القناة اشتركوا في القناة بيس